حسنا نحن 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 نظر ما نتعلم بس الحين راح نسويه. الموضوع اللي هو شكتر احنا اه صادقين مع ناسنا وشكتر احنا عبالنا ان احنا الشخص اللي احنا عبالنا انه هو احنا. ادري انه شوية اضعته. بس اه يعني اللي اقصده شنو ان انا عندي صورة معينة عن نفسي بمخي. و مرات ما مو ضرورة ان يكون انا هذا الشخص بس انا للحين. يعني انا مادة شو ما تعرف منه الشخص منه مشخص. بس انا عندي تعريف بافعال الشخص. راح اعطيكم مثال عشان توضح الصورة شوية احسن. بس اه اذا انت عبالك ان انت شخص معين بس بعدين انت قعد تسوي اعم افعال وبيهيفير الشخص ثاني. فانت ما هو الشخص اللي انت عبالك ان انت وهو. فاللي يصير شنو ان احنا وايد مرات عبالنا ان احنا اشخاص معينين بس احنا مو احنا مو هالاشخاص. الموضوع مالي شنو مو ان اختلاف الشخصيات بين اللي بمخنا واللي بالواقع. بس اش كذا احنا متقبلين ان نكون صريحين مع نفسنا ونقول حق نفسنا. ترا انا عبالي ان انا هالشخص بس ترا انا بصد شخص ثاني لان افعالي سنطبق مع شخص اثناني مو الشخص اللي انا حطب مخينا انا وهو. يعني ما مدى استحمال اه 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 عندنا احنا قوة الاستحمال او الادراك. عشان نقول ان اه والله اه انا بصير اليوم صادق مع نفسي بقول ان انا مو الشخص اللي انا قاعد اقول ان انا وهو. انا عن نفسي اه يعني صار لي موقف وخلاني افكر بهالصالفة. انا عرفها يعني هالفكرة هذه من زمان ادري عنها وتسمعها وايد تقرأ عنها. بس اه صار لي موقف معين اللي انا كنت بي اضعف. وانا كلها حطب بالي ان انا شخص يعني ماستر بصرفة الضعف. يعني عطني شهر شهرين بالكثير وانا يعني اه راح انزل اه من ناحية فات من ناحية وزن يعني اللي هو. وانا كلها حطب بالي ان انا وايد زين من ناحية انه اني انزل. وانا يعني هالشي موجود ليش? لاني انا مرة بحياتي سويت نزلت. انا يعني يعني ما نمتي انا عادي بس مرات لما اخربط اكل لان اكون مسافر لشي امتن فلازم ارد اضعف. اه مو لازم بس انا افضل اني ارد اضعف. فانا اول لاني اول ما بلشت بصالفة في جسس اسم نادي وفي جسس اسم دايت وهذا كنت شوية امتن شوية موين. فاضعفته يعني كنت مستعذي من هالسالفة وشديت علي وضعفت فكون صورة نفسي ان انا اوكي انا سويتها مرة فراح اقدر سبيها لكل مرة. الشي الثاني ان انا وايد اقرأ واتابع واشوف اه اه ا اه ماتيريال من ناحية اه سوشال ميديا يوتيوب اه اه يعني كل انواع الماتيريال اللي ممكن واحي يطالحها ويكون اكسبوز تو. وعلى اساسها كون شخصيا انا اعارف بهالشياء وانا اتواقع اني اعارف نوعا ما شوان اضعف بس هذا مو من ان انا انا ماستر بالتطبيق المعرفة هذي. فا استوعبت ان انا اوكي انا ضعفت بنهاية اليوم يعني سويتها بس ما كانت بنفس ال او السرعة اللي هي عملية النحف يعني قصدي سالفت اني اضعف ما كانت بنفس السلاسة الي انا عبالي ان انا رح تكون فيها ليش لان انا بالي ان انا واحد اعارف اضعف طريقة سهلة بس انا با اوكي مو طريقة صعبة بس مو كثر السهولة الي احاطها بالي فا حسيت عن نفسي ان انا اوكي يعني انا عبالي ان انا هالشخص بس انا مو امي بالمية هالشخص انا مو انا 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 ا على اصلا تطبيق هالصفات هذي. فالموضوع كله مو اختلاف الاشخاص اللي بداخل مخ كل ينتصجوا هو. الموضوع ان شا كدر احنا ودنا نكون يعني هل احنا نقدر نستحمل لنا واحد يطرح هالفكرة واحنا نستقبلها ونراجع نفسنا ونقول ايه صح انا مو هالشخص فخنا نغير نفسي شذي. ولا احنا لأ ان احنا بس اللي بمخنا صح بغض نظر شنو افعالنا وتصرفاتنا قاعد سوي. انا عن نفسي هو الوضع مو مريح انك انت تشوف نفسك انت عبالك ان انت مثلا شخص اي بس انت بالنهاية شخص اي ماينس ثلاثين باللمية. اه مو وايد حلول انه لازم يعني تغير صورتك الذاتية عن نفسك. فا يعني واحد من المواضيع انا انا موضوعي سالفة اني ابي اضعف ما اضعف. بس اعتقد ان هو السالفة تنطبق باغلب الصفات مثلا عندك ناس يقول لك انا عرف اسوق. اوكي هذا بمخك بس مو بالصج ممكن. في ناس يقول لك مثلا انا اه ذكي. هذا بمخك هذا مو بالصج. واحدة من اكبر الاشياء اللي انا احس يعني هو احنا لازم ما نركز على شنو اللي بمخ الشخص او اللي هو بفعاله كثر ما هو نحاول ان نوحدهم عشان هو الشخص بعدين يقرر لان شنو اذا انا قاعد يعني مثلا انا لما بقى اتخذ قرار. لازم اتخذ قرار على معلومة صحيحة. فلما تكون المعلومة ان انا شخص ما اعرف اضعف. انا بس قاعطيكم اكستريم كيس اشان ابيلكم الموضوع. لما اكون انا شخص ما اعرف اضعف. بس انا ببالي ان انا شخص اعرف اضعف. انا ممكن اخذ قرار اني مثلا ما بلش بالدايت الا قبل اسبوعين من مثلا اخي نقول لنا بقى بيضعف حق سفرة او زواج. ما سويها لقبل اسبوعين. وهذي القرار اللي خياته خاطئ على معلومة بمخي عن نفسي. بس المعلومة ما هي صج. فاحنا اعتقد يعني هو الهدف ان نوحد بين الصورة الذاتية اللي عن نفسك داخل مخك. والصورة اللي انت صج فيها بغض النظر شون انت تعرف نفسك. انا عن نفسي بالتصرفات وبالاقوال وبالحياة اليومية بس ممكن تتعرف نفسك بشي بشي بطريقة ثانية. بغض النظر انا التوحيد اللي قاعد اتكلم عنه اللي هو بين مخك وبين واقعك. عشان لما تاخذ قرار تاخذ قرار صح. المنظوع عنا اضعف ما اضعف ما هو مهم وايج بس لما مثلا تيلي سالفت هل انا خي نقول باتل انا اززوجت ويبت ولد. انا ممكن بمخي يشوف ان انا خوش ابو. بس انا بالصد مااني خوش ابو. بس بما اني انا بمخي ان انا خوش ابو ما راح اغير افعالي لان انا بالي ان انا اوكي. مثلا ما اوحد الواقع مع الصورة اللي محدوطة بمخي عن نفسي. اه انا حشوف ان انا اوكي ممكن انا مو يعني عندي شام شغلة لازم اغيرها لان انا بالواقع ما اقع اسويها بطريقة غلط بس انا مخي اعبالي ان اقع اسويها بطريقة صح. فهو هذا يعني مصدق اه استحمال المصداقية مع نفسك انك انت توحد بين الصورة الذاتية اللي انت داخل مخيك. واللي هي بالواقع اعتقد انه هو شيء وايد مهم ممكن كلمة نسوي ولازم نعلم الناس نعلم اليحال حتى الناس يعني الناس واليحال يعني هو فكرة يعني راقب نفسك بنفسك وهي ترجع الى سالفة المدتيشن اه ومراقبة النفس و يعني هالاشياء هذي كلها تصب بنفس النفس الهدف اللي هو انه انا اصير انا بمخي وبالواقع. وعلى اساس اقدر اقرر بغض نظر شنو القرارات اللي بقررها بس هذا يعني عندي القدرة اني اتخذ قرار صحيح لان المعلومة اللي داقل المخي تكون صحيحة. ادري ان الموضوع شوية يعني انا من زمان موسوي بودكاست يعني ارده بلش بموضوع شوية عميق. بس البودكاست هذا يعني انا الفكرتها كلها انه راح اناقش افكار جذي. وانه وعلى طالي الافكار انا قاد افكر اني اغير اسم البودكاست الى The Wahab Experience. والسبب وراء هذا الاقتراح اللي اه هو انه نص الافكار او الفيديوهات اللي قا شاركها بالقناة مالتي اللي بيوتيوب قا تسمعون هالفيديو فيها اه ما هي يعني ما هي مرتبة بطريقة معينة او ان موضوع معين. هي اللهم الاشي يدشي مدخي او اشوفه بحياتي او ابي اناقشه او اطرحه عشان الكل ممكن يفكر فيه او ينتبه له. فلالحين ما قررت اذا اي ولا لا بس في احتماليا اغير اسم القناة. اه مثل ما اقلت البودكاست هذا راح يضل عشر ثواني. اه عشر ثواني. عشر دقايق. و اه راح حاول ازيد اه الجهيلة. يعني كل يوم احاول انزل. اليوم تاريخ ثلاثة عشر. وباشر راح ينزل الفيديو. فصباح الخير. و good morning.